نريد رواية واحدة عن الحسين رضي الله عنه أرضاه صحيحة تتطابق مع عقيدة شعية رواية واحدة يعني احنا طلبنا مش كبير عايزين رواية واحدة تتطابق مع عقيدة شعية قال الحسين رضي الله عنه أرضاه أظن المسألة سهلة وبسيطة الشيعي دايما يجي يقولك طب ينفع أديك رواية عن جعبر الصادق طب ليه ما ينفعش تديني رواية عن حسين يعني يعني هو جعفر الصادق أفضل من حسين عشان يروي روايات مستقلة طيب ليه ما تدينيش مثلا الحسن العسكري يعني اش معنى بالذات أو لماذا جعفر الصادق بالذات يعني يعني سبحان الله ويقولك أصلا هو جعفر الصادق مؤثس المذهب الجعفري طب ليه ما يكونش المذهب الحسن أو الحسين أو العلوي يعني اش معنى جعفر الصادق يعني شمعنى العلوم كلها عند جعفر الصادق يعني فين اللي قبله وفين اللي بعده فدي برضو يخلينا نفكر شوي يعني ليه ليه الأحاديث جات عند جعفر الصادق ووقفت ليه اللي قبله ما رأووش مثل ما روى جعفر الصادق واللي بعد جعفر الصادق ما رأووش كما روى جعفر الصادق ليه يعني انا نفسي في الشيعي بس يفكر في المسألة دية ليه يعني ليه عن جعفر وليه مش عن الحسن او الحسين او حتى بعد جعفر موسى بن جعفر الحسن العسكري علي الهادي يعني المسألة اصلا فيها انه المسألة فيها انه وانه كمان مش انه بس ده انه واخوته او يلا من يزود احنا لحد دلوقتي معانا الف دولار والاخ حط اربعة تلاف ريال يعني الاربعة تلاف ريال ممكن يعملونهم مثلا بتحوالي الف دولار تاني يعني يعني معانا دلوقتي بتحوالي الفين دولار يعني الف دولار والاخ الباشق الف دولار يعني الفين دولار حوالي الفين دولار لمن يأتي برواية واحدة صحيحة عن الحسين رضي الله عنه ارضاها تتطابق مع عقيدة شعية يعني اظن المسألة واضحة بسيطة او يا الله شكلها ان شغل سرسورة غد تاني والله كمان يا الباشق قربت على خمس تلاف دولار انت ممكن توصلهم عشرين ما انت عارف ان محدش هيخدهم الله لا استعاني طب احلهنا واخدهم يعني احلهنا الله لا استعاني يلا الفين دولار وصلنا الالفين دولار والله يا اخوانا يقول لا بلاش اخوانا والله يا شيع اقسم بالله وط الله لو اتيتم لي بحديث واحد للحسين صحيح السند صحيح عن الحسين وليس عن جعفر عن الحسين رضي الله عنه وارضاها بحديث واحد يتطابق مع عقيدة شيعية والله لا ادفع الف دولار اقسمت بالله ادفع الف دولار يلا ومحمود زهيره قدم كمان عرض عنده يعني خمسمائة ريال يعني احنا وصلنا الكلام دلوقتي يا اخوانا وصلنا اربعة تلاف وخمسمائة ريال والف دولار يعني حوالي كده الفين ومتين دولار الفين ومتين دولار يا شيع ابو رامي بقولك كمان خمسمائة دولار من عندي والله يعني كده وصلنا لحوالي الفين وربعمائة دولار الفين وربعمائة دولار وعلي حسن بقولك ربعمائة يورو يعني الدنيا يعني على النهائة الحلقة ممكن نوصل لعشرين الف دولار وصلنا لحوالي تلات تلاف دولار هنوصل لحوالي تلات تلاف دولار تلات تلاف دولا لكني قاعد في مزاد والله العظيم والله العظيم مصيبة والله يظلوا مهانة والله العظيم ذلوا مهانة يعني ذلوا مهانة يعني تخيلوا يلا ابو بكر خمسمائة يورو من عنده كمان يعني وصلنا لتلاتة ونصف خمسين دينار عراقي خمسين دينار عراقي يعني يعملوا حوالي سبعة تمانية جنيه مصري تقريبا والله اعلم الله المستعن يعني المراجع دخلوا في العملة العراقية والله دمروا العراق دمروا العراق والله الله المستعن طاهر الاعداء خمسين ريال سعودي نادي انت بتكلم بالشكل لا ما عندناش اسرائيليين هنا خمسمائة ريال قطري ده احنا كده طب انا اجيب لكم رواية صحيحة من كتب الشيعة للحسين رضي الله عنه والبقاء بس للأسف لا تتطابق مع عقيدة الشيعة يعني لا تتطابق مع عقيدة الشيعة يعني انا عندي رواية والله بس لا تتطابق مع عقيدة الشيعة يعني حتى انا كمان مش حكسر لا ما هي معروفة عندما قال الحسين لزينب يا زينب اذا انا ميته فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا الى اخر رواية لا 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 كده كتير يا اخوانا كده كتير والله كده كتير اخونا مجاهد المسوي انا المهتادي تلتمية تمانية وتسعين الحمد لله الله اكبر مجاهد المسوي كتب لي انا المهتادي تلتمية تمانية وتسعين الله اكبر خير والله خير والله الحمد لله الله مامين وليهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم الناس الله عز وجل لا استبات الله اكبر سبحان الله يعني انا بقول لي الشيعة يا شيعة يعني تخيلوا ما عندكم روايات عن حسين رضي الله عنه الله ما عندكم الا اللطنيات زحف ضرب بالسككين ضرب بالسيوف انزال دماء الله مستعان ان شاء الله خير يا حب ان شاء الله خير قادم باذن الله تعالى خير قادم واي افلاس يا اخوانا ده انت هعرف انت لما يكون دينك دين معره يعني دينك دين معره طب بص احنا هنعمل تخفضات هنعمل تخفضات ايه رأيكم اخوانا بجد والله هنعمل تخفضات الل票 معارضوا quoi عن pocket يعزين ثلاث روىات صحيحة عن الحسين رضي الله عنه ارداء في أي مجال بقى بيتكلم في أي حاج بس تكون التلات روايات صحيحة يعني عن فلان عن فلان عن فلان قال الحسين يعني أظن ما فيش أكثر من كده عايزين تلات روايات صحيحة في دين الشعن الحسين رضي الله عنه أرضاه تلات روايات صحيحة يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الحسين أظن الموضوع كده مش صعب اتصروا بالمعممين ولا هم مش فالحين اللي ياخدوا في الخمس بس يعني مهمة المعاممين عندكم ان هم ياخدوا الخمس بس التصوير باليوتيوبر بالمحاورين قلولهم عايزين تلات روايات صحيحة عن الحسين رضي الله عنه وارضا يعني اكتر من كده ايه يعني والله بجد يعني ده انا الدين دالة وثوب والله العظيم امشي عريان يعني تخيلوا احنا بنعمل فيكو ايه بس احنا بنحاول نرجوكو عشان تفوقو من اللي انتو فيه احنا مش بنتمنظر عليكو ولا بنتكبر عليكو لا والله احنا عايزينكو تفوق من اللي انتو فيه يعني تخيل انت كل يوم عمال يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ولما يجي واحد سني طلبك بتلات روايات صحيحة عن الحسين تعجز يعني تخيل الف مؤلف عندكم في حوالي 200 الف رواية مش لقين صفحة للحسين في كتاب منهم صفحة صحيحة ده يمكن الصفحة كمان ممكن تاخد عشر احاديث لا ربع صفحة تخيل ما عندكش ربع صفحة للحسين رضي الله عنه وارضاه صحيحة ما بين الاف الكتب دي ما فيه صفحة واحدة للحسين او ربع صفحة صحيحة للحسين رضي الله عنه وارضاه لا اله الا الله المهم يعني انا الحد الان تلاتة والله الحمد يعني النهاردة على صغر وعلى المشاكل اللي حصلت في البث تلاتة من الشيعة تركوا تشيعوا النهاردة والله الحمد المن يعني فالله المستعال اخي كمان من امريكا اتصل دلوقتي لما كان البث هوائف قال والله انا من معايا كمان الفين دولار يعني تخيلوا وصلنا لسبعة تلاف دولار وصلنا لسبعة تلاف دولار عشان الشيعة يأتوا برواية واحدة مطابقة لعقيدة شيعية من الحسين رضي الله عنه وارضاه يعني تخيلوا بجد يعني انا والله اخي من امريكا ان يعد دلوقتي أتصل بيا وقال لي مني الفين phi مني الفين دولار يعني وصلنا لحوالي سبعة تلاف دولار سبعة تلاف دولار عشانشيعي يأتينا برواية واحدة مطابقة لما في عقيدة الشيعة يعني تخيلوا اخونا باندر وصلها لعشر تلاف دولار يعني اخونا باندر وصل الموضوع لعشر تلاف دولار تخيلوا عشر تلاف دولار رواية واحدة يا شيعة رواية واحدة صحيحة عن الحسين رضي الله عنه وارضاء والله مهزلة يعني والله العظيم مهزلة بجد مهزلة رواية واحدة عن الحسين رضي الله عنه وارضاء مش عارفين تجيبوها رواية صحيحة والله مهزلة ابو فيصل كمان يعني ابو فيصل يعني اتنين اخوة من السعودية ابو فيصل زاد عشر تلاف دولار يعني وصلت لعشرين الف دولار نحن نجوش شباب مصر النهاردة كلهم